دايما عمر الصفتي لما بيظهر والناس بتحاول تستغل وجود عمر الصفتي في الفترة اللي كان موجود مع النادي الزمالك فيها وتلاقي تصرحات عمر الصفتي ضد النادي الاهلي مثلا فيها هجوم الناس بتاخدها كده وتلاقي تصرحات انا كنت باشوف مثلا فتلاقي ايه تصرحات كوي حسيبك تفكر تقول لي ليه ده بياح مرحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع نجمينا النهاردة الكابتن عمر الصفتي عمر بالفاصل كنت بقولك دايما اما بتظهر في الاعلام بتتاخد لك تصرحات هل هي مقصودة على النادي الاهلي مس خلاه اقولك بصراحة السؤال لا والله مش مقصودة على النادي الاهلي هي كلها بتبقى في مصلحة نادي الزمالك انا شايفها كده يعني كلها بتبقى في مصلحة نادي الزمالك مثلا هقولك مثال مثلا كاس مصر بتاع المصيب اللي فات ما تلعبش ليه محدش عارف ولا عشان الاهلي هيلعب برامد ولا حد عارف هم هقول الاهلي يما لعب برامد هتبقى طب التوقعات 70-80% الاهلي 30% البيرامد طب ما ما تترجمتش ليه في قرط الواقع من صعد ما برامد صعد الاهلي بيعمل كده طب ما هم فيه سؤال تاني بقى انا هقول لك كويس النقاش ده هو المتشاط التانية ما تلعبتش ليه عشان هيتفرجوا على الاهلي برامد انا هقول لك حاجة كمان الاهلي مفروض وهو راجع من بطولة افريقيا يلعب مين كان يلعب برامد في الاسبوع كل الاندية بتلعب في نفس الاسبوع الاسبوع التامن ومتأجل له ماتش فيوتشر اشمع ماتش فيوتشر ده دخل مكان ماتش برامد طيب ممكن حلو انا بتبنى وجهة النظر الاخرى انا انا هنا زي ما قلت يعني ايه بشتغل اعلام محايد لكل فاقل لكن طالما الطرف التاني مش هيدخل انا مفروض اتبنى وجهة النظر طبام طبام معلش مش كنت فانت خلي الحوار كده حلو اه اه جميل انت بتقول لي ما بيلعب فيوتشر السنة دي فريق قليل لا بس انا بالنسبة لي ده اقدم مباريات اكوى من بيرامة زعافة اه جميل ومعه مدير فاني محترم كان شغال في النادي المصر الكابتن علي مير عمل شغل ولا ارو عمل تيم قوي بجد صح صح انا معك حق بس هتيجي تسألني تلعب فيوتشر ولا تلعب بيرامدز هتختار مين مش اختيار اه اقول لك حضرتك الحاجة هو اللي بيحط الجدول النادي الاهلي ولا الناس المسؤولة يتلعى من النادي الاهلي ولا يتلعى من الناس المسؤولة ما انت عشان عشان اللي تحضر بيرامدز والاهلي ما يتلعبش تقوم يأجل الاربع خمس عشر المفروض الحقيقة اللي كان يحصل اللي الدور يكمل تلعب فيه اسبوعين كان عندك المساحة تخلص اسبوعين كمال لو انت عايز الحقيقة مش اللي هو الاهلي اه ماش انا معك في كده بالعكس كان عندنا وقت اللي احنا نلعب اسبوعين كمان بس انا عجبنا للتصريح المستشار مرتبط مصور لما قالك انا مش هلعب الدوري لما الماضي لايت لعب وفعلا مع حق احنا مش هنرجع تاني للموسيب اللي فات اللي كان في اخره والنادي الزمالك لعب زيادة عن النادي الاهلي ست سبع ماتشاط طب النادي الزمالك كان لعب ست سبع ماتشاط واخد الدوري يبقى هنا ما هو كان اخد الدوري اخد الدوري انت نفست لغاية اخر جولة لما قال اهلي نفس لغاية اخر جولة بس كان عنده مؤجلات حوالي ست سبع ماتشاط اه ست سبع ماتشاط اه يعني نفس لغاية الاهلي نفس لغاية اخر جولة بس لو الاهلي كان بيلعب في إفريقيا ويجي يلعب في الدور كان خسر الدور مبادري طب خلينا أقول لك بسألة وانت بتكره الاهلي لا والله أبدا ده نادي كبير بالعكس والله أبدا عشان عشان الناس تفهم الحوار أنا بحاول أسألك أنا بقول لك أنا أسألة من دماغي